وفي تصريحات الوكالة رويترز أشهد قيادي في حزب الله إلى أن التوترات في غزة قد تؤثر على الأوضاع في لبنان وأكد استعداد حزب الله لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية قد تطرأ على لبنان مشددا على جاهزية الحزب للرد في حالة التصعيد ينضم إلينا من بلد الترميش جنوبية لبنان مفدنا عماد الأترش عماد أهلا بك وردت أخبار مؤخرا بأن تجددت عمليات الاستهدافات والقصف المتبادل بين الجانب الإسرائيلي وجانب حزب الله الجديد لديك نعم روج نبدأ بالأحدث الطيران الحرب الإسرائيلي نفذ قبل ساعة أو أكثر بقليل سلسلة من الغارات على بلدات لبنانية حدودية عدة أبرزها كان هنا بالقرب من رميش في عيت الشعب على أطراف عيت الشعب نفذ أيضا غارة على بلدة ياطر في بلدة الجبين مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ قتل فيها شخص وجرح آخران بهذه الغارة الجوية الإسرائيلية قبل ذلك كما ذكرت مروج حزب الله عند تمام الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي استهدف موقع جل العلام في أول هجماته اليوم استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي وهذا الموقع هو قبالة بلدة النقورة في أقصى الغرب على البحر المتوسط في القطاع الغربي بعد ذلك استهدف موقع راميا وهو في مقابل بلدة راميا هنا أيضا بلدة راميا اللبنانية مقابل هناك موقع راميا الإسرائيلي استهدف أيضا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بعد ذلك استهدف موقع المرج وثكنة رميم وهما قريبتان من مستوطنة مرغيليوت ومستوطنة المنارة ثم عاد بعد حوالي نصف ساعة إلى استهداف موقع المرج إذن خمس هجمات نفذها اليوم حزب الله على مواقع إسرائيلية عديدة ابتداء من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي أيضا قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا قتلت فيه سيدة في بلدة حولة ونجلها أيضا بعد ذلك أعلن حزب السيدة مدنية ولكن بعد ذلك أعلن حزب الله نعى أحد عناصره الذي من المفترض أنه سقط في هذا الاستهداف للمنزل هل هذه المرة الأولى التي يسقط فيها مدنيون عذرا عماد هل هذه المرة الأولى التي يعلن فيها سقوطها مدنيين في قصف أو استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان لا بطبيعة الحالة إذا كنت تقصدين على مدى الأيام منذ الثامن من أكتوبر قتل مدنيون في استهدافات عديدة ولكن بالنسبة لليوم القضيفة استهدفت منزلا قتلت فيها سيدة ونجلها ولكن من المفترض أن النعي لأحد عناصر حزب الله الذين سقطوا اليوم في بلدة حولة وهو حيث المنزل إنما كان المقصود به أحد عناصر حزب الله الذي سقط في هذا الاستهداف طبعا بالعودة أيضا إلى الردود الإسرائيلية ذا جزء التعبير كان هناك قصف مدفع لعدد من المناطق والبلدات خاصة اللبونة التي ذكرتها بانتظار أيضا لمعرفة هوية الشخص الذي قتل في استهداف السيارة عند بلدة الجبين التي استهدفتها مسيرة إسرائيلية بصاروخ قبل بعض الوقت من الآن شكرا جزيلا لك عماد الأطرش موفدنا من جنوب لبنان وتحديدا من بلدة رميش